السلام عليكم ورحمة الله كيفكم؟ انشاء الله تكونوا طيبين ورجحت لكم في فيديو جديد فيديو اليوم وصلتني الاغراض حقة البساس للكم زي ما شفت الفيديو اللي راح وطبت هذه الغرفة عشان تكون الحيوانات وهذا الجزء بخليها للبساس فجبت لهم اشياء كثير اكل واهم شي جبت لهم على العاب لانهم بيكون هنا تقريبا طول اليوم واجبت لهم اشياء عشان يتسلون فيها في وقت فراخهم واجبت لهم اشياء كثير ان شاء تعجبكم وقبل ما نكمل الفيديو اتمنى منكم كلكم تنتظرون الى النهاية لان في نهاية الفيديو في كود خصم لمتابعيني فقط وكود خصم لبدة طويلة في انتظروا نهاية الفيديو اشتظروا الى نهاية الفيديو عشان تاخذوا من الكود يعني متأكد انه بفيدكم كثير لان انا فادة شخصيا وللمعلومية هذه ميدعايا ابدا انا اتعامل مع شركة اليف كزبون مثلي مثلكم بس احب الشركة هذه لانهم صد كثير يساعدون الناس يعني في ناس كتير كلمان يتواصلوا معي يحتاجون اغراق اليف ساعدتهم ويساعدون الناس كتير يساعدون الحيوانات طاط انا اشتريتها بفلوسي يعني مو اعلان ولا دعاية وفي نفس الوقت استخدمت كود الخصمة اللي بيعطيكم في نهاية الفيديو وصدق صدق لنا ساعدني فان شاء الله بفيدكم وخلونا نشوف الاغراض اللي اشتريتها موسيقى طبعا زي ما تشوفون في اغراض من شركة اليف وصلتني وفي اغراض لا انا اشتريتها من قبل عشان اجهز المكان فاول شي خلوني اوريكم الاغراض هذه اللي برا طبعا زي ما تشوفون اشتريت اثنين الليتر بوكس اللي هو مكان التراب لان هذا يعني خلاص صار صغير صار عددهم كبير في يحتاجوني لمكان اكثر طبعا هذا ما برميه بحطه برده في الحوش عشان يتطلعوا ويحتاجوا الحمام يلقون مكان وكمان هذا البيت القديم ما برميه بحطه في الحوش عشان برده اذا طلعوا يلقون مكان ينامون فيه يلعبون للمجلسون برده في الحوش كثير وكمان اشتريت هذه اللي هي خاصة بالموية لانه مشربوا موية كثير ماشاء الله وخصوصا الملكة مع الترضيع وزي كذا تعطش كثير فهذا بيوفرهم الموية على مداره اليوم بحيث انه مثلا ما ينقصوا بدون ما انتبه او يخلصوا انا برده او اشياء زي كده في وساعدهم كثير وبرد زيادة هذه زي ما تشوفون يعني عشان يحقون نفسهم فيها يلعبون عليها يحددون اظفيرهم اتوقع انهم يحبونها مرة وخصوصا تاقر لانتاقر يحب يمسح في الاشياء ويحق حق فيها وكمان اشتريت هذا البيت الصغير اللي شكله مرة جميل اشتريت اول شي صراح عشان شكله بيكون جميل في الغرفة اشتريكم بعضة اكتر شي محمسني في هذا الفيديو ان في كود خصمي اني شفت تعليقات كثير على كل فيديو تقريبا انزلة اني بغى خصم من اليف لو سمحت كيف نشتري من اليف اني بغى خصم من اليف فهذه المرة قلت ما بتراجع وترو انا اللي تواصلت مع الشركة وطلبت الخصم فشوفوا الفيديو شوفوا الاغراض ان شاء الله تعجبكم وايشي بعجبكم بتحصلونا في متجر اليف خلونا اول شي نبدأ في هذا الكرتون اللي عليه فكر ونفتحه اول كرتون صار جاهز هنا خلونا نفتح هذا الحين ونشوف ايش الاغراض اللي فيه اول شي طبعا الفاتورة اول شي جاي هذا الكتيب الصغير فيه اشياء عن الحيوانات معلومات فيه العاب فجدا ممتع ونشوف اول شي هذا ايش وصلت انا ما طلبتها طبعا هذي هدية من الشركة زي ما تقولون عينات اكل واشياء زي كده تشوفون وصلت اشياء زي هذي وهذي مثل ما تشوفون العاب طبعا ضربت لعبتين هنا اول شي هذا الليزر طبعا انا متأكد ان سكر وتهقت بتكون لعبتهم المفضلة هذا طلبت هذا الفار طبعا في فيديو متابعين يتحكمون بحياة سكر كان هذا وصراح الفار بالحين خلاص قطع وانعدم فجبت واحد ثاني لان سكر حبه حبه مرة فجبت واحد ثاني بشكل مختلف وطلبت هذه اللي هي مكافآت وفي نفس الوقت تساعد في ازالة رائحة الفم الكريهة باجربها واشوف اذا تفيد ولا لا وبعطيكم اكيد معلومات عنها هذه الشركة اول مرة اجربها هذا الاكل للبساس الصغار وزي ما قلت لكم قبل انا جالس اجهز فيديو واجرب انواع اكل مختلفة فكل فترة اطلب شركة جديدة عشان اجيب لكم احسن شي جربتها واحسن شي فاذ مع البساس فهذه اول مرة اجربها واكيد بعطيكم متائج بعدين وطلبت هذا النوع من الاكل المعلب طبعا هذا اكل معلب يجي رطب وجدا جدا هذه الشركة ممتازة وتحبها الملكة فجبت مرة ثانية من مرة اطلب هذه الشركة وصراح البساس عندي تحبها طلبتها مرة ثانية طبعا طلبت نوع مكافآة ثانية طبعا هذا جدا رخيص 15 رياض وجدا جدا حلو تحب البساس ويساعدكم مع التدريب يساعدكم وانا تستمع لكم على طول جدا ممتاز طبعا هذا حليب جاهز للبساس طبعا هذا حليب جاهز للبساس طبيعي 100% وفيه فيتامينات وفيه كل الاشياء التي تحتاجها للبساس يجرب خصوصا مع الملكة والبساس الصغار في هذه الفترة نحيفها شوي والبساس الصغار يحتاجون الى تغذية فشفت هذا الحليب وقرأت المعلومات طبيعي 100% فيه فيتامينات كثير جدا جدا يعني الكلام عندنا ممتاز ويساعد في صحة البسه بشكل عام يساعد في الهظلم يساعد فيه اشياء كثير كل المعلومات عن هذا الحليب وانا خايف ان البساس لا تحبه او شيء لاني اول مرة بجربه فتابعوني على السناب هذا سنابي باضح الشاشة ضيفوني حياكم لاني بجربه اول مرة سناب بافتحها وبنشوف اذا البساس حبته او لا فحياكم والحين بنفتح الصندوق الثاني ونشوف ايش فيه الثاني الحين نفتحه ونشوف الاغراض اللي فيه كويز وكتيب طبعا هذا شوفوا كيف كتيب يجي فيه العاب يجي فيه معلومات وفيه اعداد يعني هذا العدد ثلاث طاعش فيه العدد الاول فيه العدد الثاني فيه نفس الوقت هذا كلها اكل لها مسترات طبعا اشترك الى الدفعة كاملة وتكفيني مدة شهر او شهرين ما يحتاج اشتري مرحانية فهذه كلها اشياء للارانب والمسترات هذا اذق الكرتون اديهم كلهم ثقيل وكبير هذا هنا مرحان هذا بيت كبير للبسات يتسلقون فيه ويلعبون فيه وينامون فيه ويحتاج الى ترتيب وشغل فهذا الان بنبدأ نركبه بما ان هذا اخر الكرتون تقريبا شفته كل الاغراض خلونا نبدأ نركب هذا وبعد كده تركيب هذا الكبير وباقي بس هذه الاشياء البسيطة نركبها وأوريكم الشكل النهائي بعد شوية وكيف الجلد كلها ازقبطة عندي بس ما مشكلة صراحة البيت طلع شكله مرة مرة جميل ومثلما تشوفون عندنا هذا البيت صغير علوانهم طلعتكم ثلاثة جدا واخر شي بس بقي هذه المخدات طبعا بحطها على الجهة الفاتحة شو البيت هذا كيف معلق زي كده مرة شكل جميل طبعا لو حبيت تحطونا فوق بس أنا بحطها داخل كده عشان يجي شكلها يعني يكسر اللون وبحط هذا الكبير في الزاوية هنا ومثلما تشوفون رتبت هذه الجهة وخلصت منها طبعا هذا البيت الكبير ومثلما تشوفون ما شكله جدا جدا جميل وهذا البيت الصغير اللي حطيناه كده عشان يتسلقون فيه ويلعبون لو حبه وهنا مكان النوم اللي يتنام فيه الملكة والصغار ودى الحين بنجيب الليتر بوكس الجديد وهذا كما قلت لكم بحطه في الحوش بنحط مكان الليتر بوكس الكبير الثنين عشان يكون فيه مكان كبير يبدو يروحون في الحمام بدون ماء الضيقون ويكفيهم كلهم فلنجيب الليتر بوكس الجديد ونحطها وابريكم وحطينا الليتر بوكس الجديد مثل ما تشوفون ما شاء الله جاء مكانها بالملي وكبيرة ووسيعة وبتخلي المكان رتب ونظيف مع الاهتمام طبعا واخر شي بنرتب مكان الأكل ونبدأ نفك الألعاب ونشوف طبعا شو الدنيا كمثرة بس شوية شوية يترتب كل المكان والحين جاء الوقت اللي يحط الكاتنيب على هذه اللعبة عشان تجذبهم ريحته وثاني شي بفك الفار الجديد عطني الفار عاد الرحمن طبعا شوفوا كيف صار شكل غوفة هنا يتسلقون هنا مكان النوم هنا الأكل وهذه حكا تشرب بالشتريتة طبعا زي ما تشوفون كيف احط الموية وتنزل شوي شوي بحيث ان تعبي هذا بحيث ان لو خلصت او شي ما يحتاج عبي ينزل اللي موجود وهذا البيت الصغير هذي الكيوت مثل ما تشوفون هذا المكان عشان يلعبون وهذا عشان يلعبون ومكان الحمام كده تكون الغرفة خلاص جاهزة وهذا الفار الآن باخوكه حتى الصغير يلا ها يمسك 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 وبما اني خلصت ترتيب الغرفة الحين جاء وقت الكل طبعا انا تواصلت مع شركة أليف شخصيا وطلبتهم هذا الكود لكم لان في كثير منكم يتكلمون معي متواصلون معي نبغى مسابقات او نحتاج كود من شركة أليف اجبت لكم هذا الكود مون مدة يوم ولا يومين ولا ثلاثة هذا المدة أسبوعين كاملة يعني محكم 14 يوم تدخلون على متجر أليف تشترون يتبغون وفوق هذا كله 10% خصم لكم انتم خاص ان شاء الله يعجبكم ان شاء الله تستفيدون منه رابط متجر أليف تحت صندوق الوص كود الخصم طالع لكم على الشاشة هو بلوك وتحت فترك لكم صندوق الوص اللي حاب يلاقيه اكتب الكود مثل ما هو الحروف كابتال بدون فواصل وبتحصلون على خصم 10% يا رب ان هذا الشي اسعدكم لان جدا يهم لكم تستفيدون تستمتعون في الحين جاء الوقت نشوف البساس وهي تلعب وهي مبسوطة في الغرفة بس قبل ان شوف البساس اتمنى من كل شخص يشوف هذا الفيديو يوقف يضغط زر الاشتراك ويفعل زر سنبيهات عشان اي فيديو جديد اوصلكم اشعرات طول وهنشي ابغى اكبر اكبر لايك على هذا الفيديو نشوف البساس طبعا الملكة على طول سيدرة المكان قبل قبل حطيتهم الاكل اكله سكر خلاص طار شبعان رمع شبعت وصرا هنباقي يلعبون جوا هادي الكيوتري نايمة بشو ها بزرش بميك باستخدار المبنى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة